السلام عليكم مرحبا بكم عندي اليوم في القناة ديالي الي هى تامي كايك ديكوراسيون اليوم ان شاء الله غضي نوريكم واحدة الوصفة الي هى جد سهلة و بمكونات بسيطة مكديش مكونات بزاف هادي الترطة هادي كانوكي عدلوها نمليكونا بقهم صغر يعني ديناها ملعات السعمار في تتوان معروفة بهاد بهاد الترطة هادي ولكن مشي لها تشكل هادا كناكي نعادلو على شكل اخر انا غضي نوريه لكم من خلال الفيديو ولكن انتو ما كد عرفوا يعني دائما كانت تفننو يعني وصلنا نوعه الهات اللي كانت تفننو في الحاجة حتى كنخرجوها على وحش شكل مزيون وراقي قوم عايا بشتوفوا الطريقة والمقادر وما هدو المقادر اللي غضي نحتاجو كما كتتوفو مقادر بساطين بزاف غضي نحتاجو كيكست دماريا او بسكويت اي بسكويت متوفر عندكم وغادي نحتاج هنا اربعمية ميلي لترد الحليب وستين الكرام دا السكر وفي هادا الطاصة هادي او زلافة هادي عندي مية وعشر ميلي لترد الحليب او نصف زلافة وعندي السكر دبينية وهذا عندي الفلان دا نينيو او مثلا الناس اللي في المغرب ممتوب فرشي عندهم ممكن يستعملوا كريم باتيسغي ومبعد يزيدوا عليها واحد الفرد ببيطة وواحد الخنيشة الفاني وبنسبة للتزيين عندي هنا مية وخمسين جرام دا تشوكلات وعندي ميتين ميلي لتر دا ناطا وعندي فريسة او الفخيز وعندي هنا اربعين جرام دناطا او اربع ملاعق كبيرة او حسب الرغبة اول حاجة غادي نبدأ بها هي غادي نحمل الحليب في الكاسويلا وغادي نقبط هاد المسحوق هذا غادي نخلطه مع السكر اللي كان عنا نخلطوه مزيان ودابة غادي نخلطو هاد العناصر هادي مع بعض بيتا حتي تخلطوه مزيان كيما كتشوفو مكو بشوية بشوية مع التحريك وغادي نشعل العافية وغادي نخليها طيب حتي تقلم على الكريمة هيا كيما كتشوفو الكريمة بتسكت تقال بتسكت غلي دابة غادي نتفايليها وغادي نخليها حتي تبردوح شوية باش نغطيها كيما كتشوفو دابة بعد ما بردتلي الكريمة شوية غادي نغطيتها بهاد بلاستيك غذائي وغادي نخليها حتي تبردتها تماما دابة كيفما كتشاهدو معايا غادي نوجد البوش ديالي باش غادي نكوب في هاديك الكريمة اللي عدلنا مع بعضتنا غادي نكوبها في البوش وغادي نخليها جانبا باش نخلط هاد الفاني مع الحليب غادي نخلطوها مزيان باش هو اللي غادي نسيسو فيه هاد الكيكس هادا او هاد البيسكويت كما كتشوفو غادي نغمسو هاد كيكس ديالنا مزيان في الحليب وغادي ننزلوها في طبق التقديم مباشرة هاد الكريمة هادي ممكن دعوضوها حتى بالناطياس او دانت اللي كيند المغرب يعني هاد طريق هادي غادي تجيكم سهلة بززف ما غاكزوشي عليها شينهار هايدا مجبرتو ما دعملو ندود عدلو هادي كتجيغزة لو كدعجبهم العيال او الاطفال كدعجبهم بززف هاد الوصفة هاد هاد الوصفة هادي هاد الوصفة هادي هي وصفة اسبانية الاصل وطريقة اخرى اللي كان عملوها بها يعني شحال هاتي كنت كانت عدل بصغر هي على هاد الطريقة هادي كي ما كتشوفو يعني ف واحد الفوينتي او في واحد وحد المال او ف واحد المال دي كان ستتتفوه الفلان ونبعد كان نكبو الفلان انا كنا كان عدلوه شحال هادي بالفلان فلانتينو عادي كنا كان نكبوها هايدا فوق منهم ونقوم برد ونقطعها على شكل طرطة ونقوم بتقديم هذه وكيفما ترون بعدما دوبت تشوكولات في حمام مريم او في الميكروند زيت عليه النطا شوية بشوية حتى ترجع لي تشوكولات على هذا الشكل ونبدأ ونزلوه على هذا الشكل هذا موسيقى بعدما طلعت كريمة الخفق ديالي سوف نستعمل هذا الرأس ذات البوش موسيقى 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 وإلى الفيديو القادم إن شاء الله موسيقى اشتركوا في القناة